موسيقى مختلف عليه مع إبراهيم عيسى السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة مختلف عليه لعل هناك ما يجبه الإجماع بين فريق من الباحثين على أن مش بس أول كيان سياسي بل أول دولة مدنية دستورية عرفها التاريخ الإسلامي هي التي أسسها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة يعني تقدير في تفاؤل هائل وفيه يعني رؤية تكاد تسع تأسيس مفهوم الدولة الدستورية المدنية إلى هذا الحد إلى هذا القدر بعد الهجرة كيان في قوانين رئيسه يتمتع بأغلبية وشعبية حقيقية تتم محاسبة مراجعة نقده كمان من دون ما ينزعج أو يتهم منتقده أو معارضة حتى لو كان عرابيا يعني يعبر بالصدفة في شوارع المدينة لا اتهام له بمحاولة زعزعة الاستقرار ولا بهدم الدولة من الممكن أن يكون هذا كلام غريب جائز بالنسبة للبعض وربما للكثيرين لكنه مش كتير أوي اللي مهتم المعني اللي واخد باله اللي بيركز اللي بيفحص اللي بيتحرى عن الرسول كعسكري وكسياسي بقدر ما بيتكلم عنه كنبي لانشغال طول الوقت وطبعا بالنبي لكن ماذا عن الحاكم ماذا عن السياسي ماذا عن القائد العسكري ومن يتكلم عن الصفات دي يتكلم عنه كقائد سياسي في الغالب بيعمل ده بشكل تفخيمي تمجيدي تعظيمي في ظل دعوات جهادية لخدمة أغراض في السيطرة والتحكم والحقيقة إنها كأي حكم فترة تاريخ دولة الرسول إنجاز التعبير لأنه تعبير فيه من المبالغة كما فيه أيضا من التماث الواقع هذا الكائن السياسي أو هذه الدولة كان فيها انتصارات وانكسارات وكان فيها إصلاحات كثيرة كمان كان فيها أخطاء النبي ذات النبي ذاته وصحابته ما كانوش يعني في لحظة من اللحظات اصيان عن أو متعصين عن الاعتراف بالخطأ إن أخطأوا في أمور دنياوية في أمور إجرائية في أمور سياسية عمرهم ما كانوا يتقدمون خطوات إلا لو تدارسوا وتعلموا من الأخطاء إن كانت موجودة تلك الأخطاء هل ده كان كل فقط للأسباب الدينية أم الاكتهاد والاستجابة لواقع تلك الفترة كان عنصرا حاسما يعني وكأن القرارات كانت تملى إلهيا أو هي وحي إلهي أو لأنه النبي فإنه يفعل ذلك وذلك وذلك ولا إن الأمور فيها اكتهاد البشر فيها التفاعل مع الواقع فيها التعامل مع البشر فيها مقتضيات السياسة والإدارة خلونا نشوف ونبحث في حلقتنا اليوم مختلف عليه عن دولة الرسول لكن خلينا نذهب إلى هذه القصة أولا ثم نعود ونقرأ معا هذه المرحلة تلك الفترة هذه الدولة عرف صدر الإسلام بالغزوات والحروب طيب من كان يهتم بجنود هذا الجيش يهتم إيه؟ يهتم تبضيا عند عودة هذا الجيش سواء في حيث الانتصار أو الخسارة هناك أكيد من كان يطبب ويعالج ويساند مين ده بقى؟ آه هي امرأة رفايدة أول ممرضة وجراحة في الإسلام صحابية من الأنصار اسمها كعيبة بن تساعد ولدت في قبيلة بني أسلم وكانت من أوائل من بايعه الرسول أو من بايعنا لو إحنا رحنا إلى جمع النسوة بعد هجرته إلى المدينة اكتسبت رفايدة معرفها الطبية من والدها الذي كان طبيبا رافقت الرسول في غزواته وتولت إسعاف المصابي مدوات الجرح لدرجة أن الرسول سمح لها بإقامة خيمة علاجية بمستشفى ميداني في المسجد النبوي لتكون بمثابة مستشفى تدرب فيه النساء على مهنة التمريض خيمة رفايدة سن النبي اللي سمها كده وتحديدا في واحدة من المعارك جزوة الخندق وصيب الصحابي سعد بن معاز بسهم في صدره فأشار الرسول إلى أصحابه ونقلوه إلى خيمة رفايدة والضرها الفعال في هذا الإطار وهذا المجال قدرها الرسول فمنحها في غزوة خيبر من الغنائم نصيبا يساوي نصيب الرجل المقاتل والحمد لله أنه ما حدش اعترض وقتها يعني لأنها امرأة نحي رفايدة كانت سيدة مميزة في زمانها كانت تدخل أرض المعارك تحمل الجرحة تطمض الجراحاتهم وتصعفهم وتسهر على راحتهم وكانت تنقل أدواتها واحتياجاتها على ظهور الجمال والإبل ثم تقمها في معسكرها في معسكر المسلمين لذا أطلق عليها لقب الفدائية ولم يتوقف دورها في أوقات السلم كانت تعاون المرضى تساعد المحتاجين تنفق من ملع القاس لتجهيز خيمتها بالمستنزمات الطبية وتتكفل طبعا بالأطفال المحتاجين للرعاية والطرب والأيتام وتساعد الفقراء من باب الكرم ومن باب الرعاية الصحية هذه رفايدة هذه أول طبيبة في الإسلام هذه أول علامة وأول إعلان وأول راية على المرأة كما يجب أن نفهمها ونفهم دورها وهذا حديث يأتي من صدر الإسلام إذن أرحب بضيف الكبير الباحث والأكاديم من دكتور عمر الحافي أهلا دكتور عمر منورنا أهلا بكم هل تعبير دولة الرسول ده تعبير دقيق هل معايير الدولة يمكن تطبقها على فترة يثرب ووجود النبي فيها هل معايير حتى الدولة بصرف النظر عن الدولة المعاصرة دولة هذه الأيام سياقات عصرها دولة الفورس دولة الروم دولة مصر هل يمكن أن نطلق على هذه الفترة دولة الرسول وإحنا مطمئنين علميا يعني لا شك أنه موضوع الدولة موضوع مشكل إشكال كبير جدا حتى دعنا نقول على مستوى التطور التاريخي للمجتمعات يعني فكرة العلاقة ما بين الدين والدولة كانت إشكالية كبيرة حتى كونفوشيوس واختلافه عن أستاذه لوتسي يعني حتى المدرسة الصينية كان هناك إشكال أنه كونفوشيوس كان أقرب لفهم حقيقة الدولة وطبيعة الدولة من الفيلسوف الصيني لوتسي وبالتالي هي إشكالية ليس فقط في سياقنا العربي الإسلامي في السياق الهندي نفس الشيء كذلك الحال وعلاقتها بطبقة رجال الدين وطبقة الكشبري يعني منين بيج المأزق هنا أنا بشوف أستاذ الرهيم أنا بشوف أنه نحن لم نستطع أن نستوعب فكرة التطور التاريخي للمجتمعات الإنسانية وبالتالي في السياق السياسي كما هو الحال في السياق الاقتصادي أو حتى السياق العلمي وما يتعلق بتطور المعرفة الإنسانية أخذنا التاريخ ثبتناه عند مشهد معين واعتبرنا أن هذا المشهد بمثابة الجولدن إيج العصر الذهبي الذي يجب أن يتم استعادته وتكراره في كل مرحلة المراهة لكن الأسوأ من ذلك أنا بعتقد بكل موضوعية أن استدعاء هذه الحالة استدعاء فكرة الدولة الدينية أن لها ارتباط مباشر بمشكلاتنا الواقعية فشل الدولة الوطنية الديمقراطية كان له دور الشباب لم يستطع أن يجد صيغة سياسية مدنية معاصرة للتعبير عن رأيه ذهب باتجاه الفكرة الدينية بالتالي الواقع وثقة للواقع فكرة يهودية الدولة دولة يهودية هم يريدوا أن يقيموا دولة على أسس دينية لماذا لا نقيم دولة على أسس دينية فكرة الوعود الإلهية بالتالي ثقة للواقع بعتقد أنه كان له أثر كبير بهذا الاستدعاء واستجع لكن لو ذهبنا كما ذكرت قبل قليل إلى نفس دولة المدينة أو دولة يثرب الحقيقة أنه في مكة قالوا له قريش لو أردت ملكا ملكناك وبالتالي لو كانت الغاية هي الملك لكن كان النبي ملك مكة وانتهت القضية الفكرة أنه النبوة لا يمكن أن تتماهى مع الملك وبالتالي حتى في السياق القرآني إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فكانت قصة طالوت حتى في السياق الإسرائيلي سياق بني إسرائيل كان عندهم موضوع الملك والنبوة أكثر قوة وبالتالي أنا أخشى ما أخشى أن فكرة استدعاء الدولة الدينية ودولة الخلافة أنها أصبحت أقرب لفكرة مملكة داود فكرة المسيح المنتظر وبالتالي هي دولة المسيح المنتظر صحيح بس أنا أخشى دكتور عامر أن البعض يتعامل مع فترة يثرب وكأنه عايز يستنطقها مدنية ودستورية يحتاج بها في مواجهة الدولة الدينية يعني يقول أنه النبي بذاته عندما كان في يثرب وضع دستورا أقر حقوق الأقلية وكأنه وضع ضوابط الدولة المدنية وليس دولة دينية ومن ثم حتى هؤلاء الحالمين بعودة دولة يثرب تعالوا لنقول لكم هذه دولة مدنية ولم تكن دولة دينية فعلا هي إشكالية يعني لأنها ترتبط حتى بمفاهيم دينية غير واضحة مثل مفهوم التصرفات النبوية وفق ابن عاشور ابن عاشور يقول أن التصرفات النبوية مفكر التونسي أنه ليس دائما هو يتصرف بمنطق التبليغ ومنطق الأمر بالنهي هو في فترات يتصرف من موقع الاجتهاد لكن حتى هذه الصيغة ليس مقبول لدى شرائح واسعة من الفكر الإسلامي المعاصر فهم يعتبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوم به يقوم به بمنطق التشريع ويجب الاقتداء بكل ما يقوم به لكن هل ما كان يوجد هل الصيغة نفسها صيغة يثرب هي صيغة دينية هي ليست صيغة دينية هي صيغة اجتهادية بالتالي هل يجب أن نقف عندها مدامة اجتهادية اجتهادية قادمة من الدين ولا قادمة من الواقع من الواقع يعني الذي فرض عليه أو اقترح عليه أو طرح عليه التعامل مع يهود يثرب كان المنطق الديني والإلهام الديني ولا كان مقتضيات التعايش في الواقع عايز يمكن المسلمين من التواجد في المدينة هو مقتضيات الواقع والدليل على هذا أنه نفس صيغة الوثيقة أنه بين محمد يعني النبي بين النبي وبين بني كذا من يهود يثرب بين بني فلان بني عوف بني كذا من يهود يثرب هذه الوثيقة اللي وقعها مع اليهود بالضبط ليس هناك صيغة أنها مع الله من هذه الوثيقة بشكل تاريخي يعني تعتقد في صحيطها وفي ثبوتها نعم فيه إشكالات الحقيقة أنه هذه الوثيقة فيها إشكالات لكن من حيث التطبيق العملي أنا أعتقد ما حدث بعد ذلك من إشكالات وصراع في المدينة وإشكاليات بين اليهود والمسلمين تشير إلى أنه كان يتعامل مع اليهود ليس كديانة وإنما كقبائل فبقي المنطق القبائلي هو السائد والوثيقة تشير إلى المنطق القبائلي بالتالي فيه هناك نوع من المؤشرات على أنه الوثيقة تحاكي ما حدث بعد ذلك في يثرب إذن رغم وجود إشكالية من حيث الثبوت بتعرف يعني علماء الحديث والإسناد فيه إشكالية لكن أعتقد أن ما حدث بعد ذلك من واقع يشير إلى أنها كانت صحيحة إلى حد كبير يعني فكرة ضبط العلاقة مع أطراف المجتمع بما فيه كمان المسلمين أنفسهم المهاجرين والأنصار يعني كان إذاء فسيفساء بشرية تستحق إجراء مثل هذه الاتفاقات والعهود والمواثيق كان سؤالي هل ده من باب كونه النبي فقرر ولا كونه هذا الرجل الحكيم الذي يدير الواقع ملتبس ومتعدد بالنسبة للإجابة الثانية الإجابة الثانية طبعا لماذا؟ لأننا لا نريد أن نحرم النبي من إنسانيته وإجتهاده وإبداعه أولئك الذين جعلوا النبي فقط مجرد وسيلة للتبليغ نزعوا منه أجمل وأروع ما فيه وهو أنه إنسان وبالتالي القرآن الكريم نفسه يؤكد على أن الإنسان الرسول الإنسان قبل الرسول وما أنا إلا بشر مثلكم ثم طرأ بعد ذلك استثناء يوحى إليه وبالتالي يوحى إليه هي حالة استثنائية على البشرية النبوية نزع بشرية النبي كان أسوأ مكافأة يمكن أن نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الذي أربعين سنة وهو إنسان ثلاثة عشر سنة وهو نبي نسينا أربعين سنة من إنسانيته وجعلنا ثلاثة عشر سنة من زوعة الإنسانية وكأن النبي فقد إنسانيته بعد أن أصبح لصالح نبوة لصالح نبوة وهذه إشكالية يعني مرة أخرى لما قيم فترة الثلاثة عشر سنة في المدينة في يثرب ثلاثة عشر سنة عفوا نقول ثلاثة عشر سنة ثلاثة عشر سنة عفوا ثلاثة عشر سنة عفوا إنما الحداشر سنة القصة من المدينة كحاكم هنا بكلم عنه كباعتبره حاكم ولا الرجل الرئيس ولا الرجل الميزان ولا الرجل القائد ولا النبي الذي يأمر بالوحي وبالاكتهاد هو رجل هو إنسان نبي وتارة قاضي وتارة رئيس دولة وتارة أب وتارة جزء من حالة اجتماعية وبالتالي هي لا تنفصل هي مسارات متوازية ومتداخلة لا يصبغها كلها نبوة لا يمكن أن تصبغها صبغة واحدة تنزع عن النبي سمات الإنسانية المختلفة لأنه اللي عايز يقتضي بكل ما جرى في المدينة بيقتضي باعتبار إنه ها النبي هو النبي الذي نفذ كل هذا إذن ما تم تنفيذه مصبوغ بنبوته ومعتمد بوحي جاءه ومن ثم علينا أن نحتزي ونقلد ونحاكي وننفذ لا أن نناقش بشرية هذه الإجراط وهذا كلام بعيد عن الصواب لأنه عندما نلاحظ مثلا في المدينة الأنصار كان بينهم إشكالات مثلا الأوس والخزرج رجعت إشكاليات تاريخية بينهم حتى المهاجرين والأنصار ظاهرت النفاق إذن هي كانت حالة إنسانية طبيعية لم تلغي الفوارق الاجتماعية لم تلغي الفوارق العشائرية لم تلغي حتى الموجود كانت مجتمعا بشرية مجتمع طبيعي بالتالي كون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو في رأس المشهد في يثرب في المدينة لم يلغي طبيعة مجتمع بشرية المجتمع بكل تناقضات بكل إشكاليات خلينا نروح إلى فاصل ونعود مرة أخرى ونناقش دولة الرسول إذن كثرت في كتب التاريخ والسيرة ما يمكن أن نطلق عليه الإسرائيليات لكن ما هي الإسرائيليات وإلى أي درجة اشتبكت مع التاريخ حتى أننا لم نعد نعرف أيهما هو الحقيقة في أيهما نبحث عن الحقيقة في التاريخ أم في إسرائيلياته تعالوا للتقرير الإسرائيليات هي مجموعة من القصص والتفسيرات لقصص وأحكام القرآن الكريم أبطالها شخصيات من العهد القديم ورد ذكرهم في القرآن سميت بالإسرائيليات نظرا لكون أكثر الأخبار المنقولة هي عن اليهود الكثير من روايات الإسرائيليات دخلت إلى كتب التفسير الإسلامية عن طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه ولكن بعد فترة لم يعد اليهود الذين أسلموا وحدهم مصدر الإسرائيليات فكثير من المفسرين المسلمين كانوا يعودون بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية لتفسير بعض الأمور مقابل هذا وقف بعض المفسرين من هذه الروايات موقف الناقد المنكر خصوصا الذين تسنى لهم الاطلاع على أسفار أهل الكتاب بعدما ترجمت وعرف ما فيها من تهافت وتغيير وأورد بن خلدون في مقدمته أسباب الاستكثار من المرويات الإسرائيلية فقال جمع المتقدمون في ذلك يعني التفسير النقلي وأوعوا إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود والسبب في ذلك أن العرب لم يكون أهل كتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنها أهل الكتاب قبلهم ويستفدون منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى واختلفت مواقف العلماء والمفسرين من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء منهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها مثل ابن جرير الطبري ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا مثل البغوي ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا من هنا قسم العلماء حكم رواية الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسان الأول المقبول وهو ما علم صحته بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني المسكوت عنه والثالث المرفوض وهو ما علم كذبه لتناقضه مع الشريعة أو مخالفته للعقل إذن أعود وأجدد الترحيب الدكتور عامر الحافي باحثنا وأكاديمينا الكبير وأرحب بالكاتب الكبير والمفكر والستاذ نصري الصيغ استاذ نصري يعني هل يمكن اعتبار فترة الرسول في المدينة هي فترة حكم رجل دولة أو زعيم دولة لدولة هل يمكن إطلاق تعبير يثرب وهي التي ربما في أقصى الأرقام يعني يتحدثون عن 12 ألف شخص أو نسمة فيها هل يمكن اعتبار هذه المدينة بمثابة الدولة والنبي هو حاكم هذه الدولة ومنشئها في تصوري للأمور أن الدولة نشأت فيما بعد وليست فور هجرته من مكة إلى المدينة في المدينة هناك أمر آخر هو إنشاء مجتمع قبل الدولة مجموعة من الناس متعددين وليس على إيمان واحد وليس على فكر واحد وليس من قبيلة واحدة وعلاقتي بالنبي كونه رجل سياسي من عباقرة التاريخ السياسي حتى الآن بما فيها شهادات كبار العلماء في الغرب أنه أهم عبقر سياسي فإذن هو دخل لكي يبني ما له علاقة بانتصار قضيته الدينية أي بمعنى آخر أن الطريقة لانتصار الدين يبدأ بإنشاء المجتمع لأنه أمضى حوالي طلعت 13 سنة في مكة ويدربوا بخبطوا ما خلوا شيء إلا ما عملوا ضدوا ومع ذلك وجد أن الحل لن يكون بأنه يكون معي بس 109 وأنه ديك إبعتهم على مدينة حبشة مرتين وفي النهاية ماذا بقي عاما يبحث عن الحل وفي تصوري أنه أنا سأركع مكة ودي ركع كيف ليس بالآيات خلاص الآيات التي أصبحت اليوم أصبحت في ذلك التاريخ مثبتة وتقريبا نهائية بالمعنى الإلهي والمعنى الإيماني تحتاج إلى أرجل لا يمكن أن يتم ذلك إلا بالقوة رتب الأمور وراح على مدينة في المدينة نشر الإسلام حيث يسهل ذلك من خلال القرابات من خلال التواصل من خلال كذا وبيقي تقريبا بحدود السنتين أو ثلاث سنوات في مرحلة تبشيرية وتجميعية يبشر ويجمع إلى أن وصل إلى درجة أصبح فيها من القوة بحيث أنه قادر بما هو عليه على المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي أن يفرض على الآخرين دينه ليس بالقوة أن يفرضه أنه تعمل معي على قادة أنه دين وخاصة ما له علاقة باليهود الأمر الثاني بقيت القبائل قبل بها على أنها تكون معه ولكن ليس بالضرورة أن تكون مسلمة وفق ما تقتضيه الإسلام وما جاء بالنص القرآن فعبقرياته السياسية قادته إلى أن يقول أنا سوف أنشئ مجتمعا الدولي هو مشروع دولي مشروع مشروع المستقبل ياثرب كانت مجتمعا قائما له قواعده وحدو وعلاقاته واشتباكاته وجغرافيته وتراتبيته إنما هو عمل ضبط للمجتمع لصالح الفكر نعم لصالح الدين وكل الخطوات هي مش لمصلحته هو رجل رسالة هو موحى موحى له فلذلك المهمة عليه إنسانيا أن يمهد الانتصار لهذه العقيدة عظيم في اللحظة ضيبة بنقدر نقول رجل يؤسس دولة ولا رجل يؤسس مجتمع أنا برأيي هو يؤسس مجتمع الدولة تأسست تقريباً بعد وفاته تقريباً بعد وفاته لأنه كان همه الأساسي بناء الجماعة قبل بناء الدولة ما فيك تبني دولة وما عندك جماعة والجماعات مشتتة وقبائل والأخرين لا جاهد جهداً كبيراً في كتاب لباحث سوداني عن المواثيق التي عقدها الرسول مع القبائل والجماعات والأخرين ما في وثيقة مثل التانية هذه عدم اعتداء هاي لا ما تشاركوا معنا ما تكونوا إلى جانبنا لا أنتوا بفرجيكم يعني في مرونة شديدة مرونة شديدة بمعنى آخر هو نزل من السماوي نزل من السماوي ضر الرابط بينه وبين الله ولكن الواقع يصنعه هو اعتماداً على ماذا على العقيدة الدينية بس بالنهاية بالواقع هو رجل سياسي ما يقوله معي غير ما يقوله معك لأنه يريد أن ينتصر في المجتمع وهذا خلينا نحكم بالنتيجة هل النتائج كانت فقط بالقوة؟ لا كانت بقوة والجماعة لأنه لم يكن قادراً على أن يمارس القوة وإذا كان دهره مش محمى صحيح بس يعني يمكن أن يرتكن البعض إلى أنه حروب الردة والانقلابات العربية تعني أن هذه الدولة لم تكن قوية وتعرضت إلى خطر هائل جداً مع غروب وجود النبي لكن أنا هسأل هنا تاني لدكتور عامر هل الإجراءات اللي كانت بتتم في المدينة وعبر قواها المختلفة مع النبي كانت إجراءات مع النبي ولا إجراءات مع الحاكم رجل الدولة أو المؤسس للمجتمع زي ما بيقول دكتور ناصر إحنا أصاد المشهد هنا مشهد لأنه الجماعة الإسلامية عموماً في أصوليتها مش قبل حتى تطرفها بتعتقد أنه كل ما يتم إجراءه من قبل النبي هو واحد ومن ثم ما الذي يفعله الآن في التعاقد مع هذا على نحو عدم اعتداء في هذا على نحو الشراكة في الدفاع ده من وحي للنبي وليس أمر رجل سياسي يملك عقله وفكره واكتهاده يعني أنا أضم صوتي الحقيقة لهذا العمق الاجتماعي هو الذي يجب أن نبدأ منه فعلاً وبالتالي حتى من خلدون يعني موضوع العصبية بناء العصبية بناء الروابط بناء التحالفات هذا حقيقةً يسبق وجود أي دولة وبالتالي فعلاً الجانب الاجتماعي كان سباقاً فيما يتعلق بتأسيس المجتمع بتأسيس المجتمع وبالتالي موضوع المؤاخر موضوع السوق عدم تفرد كان هناك سوق معين في نوع من المركزية التي تفرد بها بعض التجار فكان لابد من سوق بديل فكرة بناء المسجد وقضية وثيقة المدينة التي تمثل العلاقة مع الآخر وأنا ذكرت كما أشرت لكن الحقيقة المشكلة تبدو أنه فهم عدد كبير حتى من أيام الرسالة من المسلمين من فهم أن حتى التدابير العسكرية هي تدابير موحبها وتعرف قصة أهو أمر أمرك الله أم هي الحرب والمكيدة قال بل هي الحرب والمكيدة هذا يدل على أن منذ عهد مبكر هناك من كان يظن بأن كل سلوك نبوي لا بد أن يكون سلوكا موحى به حتى في القضاء والقضاء هو جزء من الجانب القانوني والتشريع في المجتمع فيقول إنكم تختصمون عندي فأقضي لألحانكم حجة فمن قضيت له من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليعدها إذن حتى في القضاء النبير ليفترض خطأ التقدير عنده في التدابير العسكرية ليس معصوما في القضاء ليس معصوما يعني وبالتالي هذا النوع من الجانب الإنساني في الشخصية النبوية هو يلتمس بناء مجتمع وفق السنن والقوانين تماما كتلك التي توجد في أي مكان آخر في العالم بالتالي لم تكسر تلك القوانين الطبيعية التي ابن خلدون أنا بأعتقد يعني وإحنا كلنا يعني أعتقد متفقين اللي هو حاول أن نكتشف تلك القوانين والسنن التي تنظم مفهوم الدولة ربط بين الدولة والعمران ربط بين الدولة والعصبية السوضع العصبية كأنها العمود الفقري يعني بالضبط القوة وهي معنى من معاني القوة وبالتالي فكرة أن الفكرة الدينية وحدها هي التي تستطيع أن تغير العالم دون وجود حقيقي لتحالفات عشائرية لمصالح على الأرض لأنه كثير من الأنبياء لم تنجح رسالتهم ولا وهو السؤال الكبير وهل الدين مشغول بإقامات دول ولا بإقامات أفراد وبناء أفراد خليني أروح للأستاذ نصري وأسأله هنا باب ومناسبة تقرير الإسرائيليات لأي حد كان موقف النبي فيه يثرب من اليهود وعلى أي درجة من درجات الاختلاف بمرور الزمن هل نلمس تناقضات ولا نلمس متغيرات ذات ضرورات موضوعية كل العناصر التي أشرت إليها موجودة بس استذكر التاريخ الذي حصل في المدينة أرى أن كل ما قلته كان هو يقوم به إن أقرب خط بين النقطتين ليس الخط المستقيم وإنما الخط المتعرش هي الخط المستقيم ليس موجودا إلا وين؟ في ذهننا الواقع العالمي هو الخط المتعرش وهذا نص لمسرحية برشت لنرجع على المدينة لم يكن بصدد بناء دولة في تلك المرحلة كان بصدد بناء سلطة وفرق كبير بين السلطة وين الدولة السلطة هي أن يكون القرار المناسب أنت اللي بتياخته وأن تأخذ قرارا آخر وثالث ورابع بمقدار ما أنت بحاجة إله كي تفوز به من هنا عبقريته وهذا ليس وحيا هذا هو هذا هو الإنسان اللي حاول 13 سنة أنه يكون ضمن دائرة الوحي والصلاة والصام ووالأخره ولم ينتج فإذن هذه المرحلة تحتاج إلى المرحلة الثانية هي مرحلة ماذا؟ المدنية هي المرحلة المدنية المرحلة المدنية إطارها ديني الإطار تبعها ديني ولكن العاملين من ضمنها ليسوا جميعا متدينين هذا الأساس وإذا كانوا متدينين ماذا كان الدين يوم ذاك؟ قادرين كلهم سوا يكونوا كما جاء في النصوص وفي الآيات وفي الصور التي نزلت على الرسول في مكة؟ لا لا أبدا هذا يعني لم كان إيمانهم بالتوحيد وبالنبي والباقي التفاصيل والدين نفسه كان في مرحلة تكوين والتفاصيل لا الدين نفسه كان في مرحلة تكوين يعني أعجز عن فهم كيف يقال أن هناك دولة دينية بينما الدين نفسه كان في مرحلة تكوين ما كان بمرحلة هاي دي ما في شيء اسمه لا بالتاريخ ولا اسمه دولة دينية في مكة لا في سلطة صحيح وهذه السلطة انتشرت لأنه لحيطون دولة بمدينة هو انتصر وهذا الانتصار أدى إلى أن يعود إلى المطرح اللي زعبوا منه إلى مكة إلى مكة لكن مرة أخرى بس عندي بس شيء صغير تفضل أنه عقريته أنه كان يعرف أنه واحد وواحد بساوه اثنين مع هذا الشخص واحد وواحد بساوه ثلاثة مع الآخر إلى هذه الدرجة بلى أن هذا كذب هو يعني الأستاذ داصي بقول لنا يعني عالم من علماء السياسة وسياسي هائل اسمه النبي محمد بن عبد الله بعد الفصل نكمل في دولة الرسول إذن عدنا إلى اليوم لا يذن هناك اختلاف حول عدد غزوات الرسول ولكن ما هي أشهر تلك الغزوات بحسب تسلسلها التاريخي ثم ولماذا كانت الغزوات وهل دولة تعني بالضرورة وبالحتم غزوات تعالوا إلى نص هذا التقرير ونرى جاء في فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية أن مجموعة تحركات النبي العسكرية قد بلغت نحو ثمانين غزوة وسارية وأن القتال الفعلي لم يحدث إلا في نحو سبع غزوات فقط وقد وقعت بين العام الثاني للهجرة والعام التاسع لكن مراجع أخرى تتحدث عن أرقام مختلفة ومتضاربة فمنهم من قال إنها تسع عشرة غزوة ومنهم من قال إنها إحدى وعشرون غزوة فما هي أبرز تلك الغزوات وكيف انتهت غزوة الأبواء عام إثنين هجريا هي أولى غزوات الرسول حدثت عندما خرج ليستهدف قافلة تجارية لقريش وانتهت من دون قتال بعد فرار القافلة وتغيير مصارها غزوة بدر الكبرى وقعت في يوم السابع عشر من شهر رمضان عام إثنين هجريا وهي أول معركة فاصلة في الإسلام انتصر فيها المسلمون على قريش بعد معركة كبيرة في العام الثالث من الهجرة سجل جيش الرسول أول هزيمة وذلك في غزوة أحد التي انتصر فيها المسلمون على قريش في بداية المعركة ولكنهم هزموا في نهاية الأمر بسبب مخالفة الرما أوامر الرسول وتركهم مواقعهم على جبل أحد غزوة الخندق وقعت في العام الخامس من الهجرة وتسمى أيضاً بالأحزاب وفيها استعان الرسول بتكتيك حربي لم يكن يعرفه العرب أشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق لحماية المدينة من الهجوم تفاجأ جيش الأحزاب بوجود الخندق وانسحبوا بعد أن حصروا المدينة ثلاثة أسابيع تعتبر غزوة خيبر من غزوات الرسول القبرى ضد يهود خيبر وقعت في العام السابع من الهجرة وانتهت بعد قتال كبير بانتصار المسلمين وفتح حصون خيبر المنيعة سرية مؤتة أول غزوة يخوضها المسلمون خارج شبه الجزيرة العربية وكانت ضد الروم وقعت في العام الثامن من الهجرة وشهدت الغزوة قتالاً كبيراً وانتهت بانسحاب تكتيكي لجيش المسلمين بقيادته خالد ابن الوليد أما غزوة فتح مكة في العام الثامن من الهجرة وهي الغزوة التي فتح فيها المسلمون مكة دون قتال وبشكل سلمي كامل وعطى الرسول الأمان لأهل مكة بعد دخوله منتصراً في العام التاسع من الهجرة وقعت آخر غزوات الرسول وهي غزوة تبوك انتصر فيها المسلمون على الروم دون قتال وفر الروم هاربين إلى الشمال إذن أهلا بكم مجدداً مجدد الترحيب بالدكتور عامر الحافي بكاتبنا الكبير نصر الصاير وأرحب بضيفي الباحث والأستاذ المتقصص في مجال فلسفة السياسية والدراسات الاستشراقية من المغرب الأستاذ نبيل فازيو أهلا بك أستاذ نبيل منورنا وكأن إقامة دولة تعني بالضرورة للغزوات كأن الجيش والغزوات كان شيئاً أصيلاً مهماً أساسياً مركزياً في إقامة هذه الدولة دولة الرسول إن اعتمدنا تعبير الدولة كمصطلح يمكن الاتفاق عليه مرحباً بالنسبة للاستعمال مفهوم الدولة للدلالة على الوضع السياسي الذي أقامه النبي في المدينة بعد الهجرة أعتقد أنه مرتبط بالنموذج المفاهيم الذي نعتمده لفهم هذه الواقع التاريخية في تقديري الدراسات التي خاصة الدراسات الغربية اعتمدت على مفهوم النبي المسلح وهو مفهوم مستخدم من الدراسات التي طبقت على النماذج الدينية خاصة التوحيد الأخرى أما هل الغزوات تكفي للحكم على التجربة النبوية في المدينة بأنها دولة هذا سؤال يحيلنا على أمرين يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار أولاً ما هو دور العامل الحربي بالنسبة إلى العرب آنذاك في تمثلهم للمجال السياسي وللسلطة وللدولة لم يكن العامل الحربي والعسكري مسألة هينة وإنما كان له دور كبير في تحديد تصورهم للمجال السياسي ولكن أشرح هذا الأمر أكثر أحيل هنا على ما هو نموذج الحرب الذي مارسه النبي ومارسه مع جيشه منذ أولى غزواته هناك فرق كبير بين الحرب التقليدية التي كانت تعرفها القبائل العربية ويحرب دفاع أو غزو أو هجوم ليست موجهة صوب مشروع ديني كبير ولهذا غالبا لم نكن نجد توحيد القرار داخل الحرب كما وجدناه في نموذج الحروب التي خاضها النبي وغزواته فأكاد أن مع النبي هناك رجل يأتمر بأمره جيش بكامله يحاول تنظيمه ويخطط له رفقة مستشاره وهناك غاية بعيدة ترومها هذه الغزوات ليس فقط مثلا الحصول على غنائم أو شيء محدود من هذا القبيل وإنما ضمن مشروع طويل كان صاحبه ينظر إليه على أنه سيتحقق بشكل تدريجي وليس بين عشية وضحاها إذن هذا الجانب العسكري هذا التحول العسكري يجب أن نأخذه بين عين الاعتبار لكي نفهم كيف تصور المسلمون والعرب آنداك هذا العنصر الجديد الذي هو خوض حرب مع النبي وضد هذه القابلة أو تلك أو ضد هذه الجماعة السياسية أو تلك العنصر الثاني الذي له علاقة بالغزوات وتأثيرها في تصور المسلمين للدولة وهو أن عند وصول النبي إلى المدينة كانت الخيارات أمامه جد محدودة خاصة أمام الوضع الاجتماعي المأزوم لجماعته من المهاجرين وأمام ضرورة أن ينشر رسالته وأشدد هنا على إيمانه برسالته وحاجته الكبيرة إلى إيجاد حلول لتحقيق هذا الطموح فكان الأمر المتاح أمامه هو خوض هذه الغزوات من جهة أولى أعطاها طبعا عسكريا سياسيا ولكن من جهة تانية مكنته من إيجاد حل للوضع الاقتصادي والاجتماعي المأزوم لجماعته الصغيرة وشكل أيضا عامل إغراء بين قوسين لعناصر أخرى من العرب ومن الخبائل الموجودة أنداك لكي يتشجعوا على الإنخراط في المشروع الإسلامي دايوة ديني سيد نصري هل الغزوات كانت ضرورة أم كانت طرارية الإثنان إثنان ما حصل في المدينة الإثنان كان هدفه الانتصار ومن ثم أن تصبح المدينة قاعدة انطلاق للغزوات لماذا؟ هو ببعده الديني كوني مش إقليمي كوني ولكنه موجود في بيئة هذه البيئة هذه معطيات وهذه جغرافية وهؤلاء هم ناسها معايك؟ إذا كان ذلك كذلك من هنا كانت الغزوات كما قال لكي يقتات الناس ويعشوا ومن ثم لكي يصبح المدى أكبر من المدى المدينة الموجود بهذا الشكل الرسول لم يكن مجرد نبي فقط وأنا دائما بمارس كلمة العبقرية كان يخسر ولكنه كان يسد الخسارة بانتصار ودعا ذلك بأحد هو خسر بأحد خسر وكان قد يقتل ولكنه حول تلك الخسارة في الليلة ذاتها إلى انتصار عندما أمر المؤمنين بأن يشعلوا النار على كل المرتفعات ويحتفلوا بالانتصار وطلب من العسكر أنه يلحقوا الجماعة اللي سجلوا لنفسهم انتصار بكتور عمر هل يعني بتطمئن للروايات اللي موجودة في كتب السيرة والتاريخ والغزوات ومن المؤقيد وغيرها فيما يخص عنف التعامل مع اليهود في الغزوات إلى درجة القتل الجماعي الدفن الجماعي ولا بتعتبر أن دي أمور فيها مبلغات وفيها استدعاء يعني للمجازر التالية ومحاولة خلق جزور لها في عهد النبوة يعني بداية لا شك أنه كتب السيرة تأخرت كلنا بعرف أنه يعني ابن سحاق يعني جاء يعني متأخرا بالتالي حتى كتب جمع الحديث سبقت جمع السيرة فالموثقية فيها إشكالية لكن النقطة اللي حاب أن أأكد عليها أنه العربي مجموعة قبائل وأحلاف عشائرية وهذه الأحلاف العشائرية والقبلية أيضا يوجد بينها منطق القوة والسيف وكلنا بعرف ما قالوا أبو بكر في السقيف وأنا أعتبر السقيفة سقيفة بني ساعدة من أهم المشاهد التي تؤكد بشرية وإنسانية المجتمع المدني لأنه كان قضية خلافية ساعد بن عبادة الأنصار هم الذين يجب أن يكونوا منهم بطر عامل لم يرد في كل النصوص نعم اللي أوراد التفاصيل السقيفة آية قرآنية بطر واحد أبدا وإنما نقاش والكلمة التي أريد أن أقولها وهي ذكرها أبو بكر قال إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي منها يعني قريش قريش إذا استطعت الانتصار على قريش فأنت تشكل وهذا ما حدث في فتح مكة ستشكل هيمنة كاملة على الجزيرة العربية فإذن أنت عندك خارطة سياسية وتعرف أين مواضع القوة ومن هي المدينة أو الجهة الأكثر قوة في هذه الجزيرة العربية الموضوع إذن كان موضوع له علاقة بخبرة عملية ميدانية لأن عايز أسأل هنا الأستاذ نبيل لو إحنا في غزوة حنين والنبي الكريم بيقسم الغنائم ويوزعها بين قبائل العرب وبين من يؤلف قلوبهم وإذا بالأنصار يشكون من غياب القسمة وعدم الإنصاف ثم يقبلون بما قاله لهم النبي إنه سيعود معهم وهذا أكبر أمر دليل على المحبة والتقدير والإنصاف والعدل معهم هل كان يمكن للأنصار أن يقبلوا ذلك من حاكم وقائد عسكري بعد معركة؟ ألم يكن هذا رضا بالنبي وليس بالقائد العسكري؟ بطبيعة الحال لو كانت فقط شخصية القائد العسكري بمعناها الكلاسيكي القديم الماهود عند العرب ربما ما كانت ردة فعل الأنصار لتكون هكذا هنا أريد أن أشدد على أمر في نموذج السلطة التي مارسها النبي هناك جانب كاريزمي كبير مأخوض بالضبط من وجوده كشخصية دينية وبالتالي الذين يغيبون هذا البعد الكاريزمي من شخصية النبي قد لا يستطيعون فهم الآليات التي كانت تعتمل أنذاك في نسج العلاقة بينه وبين جماعته سواء من الأنصار أو من غيرهم وهذا يعني أن حصر نموذج الدولة أو نموذج السلطة فقط في جانبها العسكري قد يبين لنا جانبا من طبيعة الفعل النبوي في تلك المرحلة المدينية ولكنه قد يغفي عنا جوانب أخرى وهذه الجوانب الأخرى أنا في تقديري على قدر كبير من الأهمية لا يمكن فهم السلطة التي طورها النبي في المدينة من دون أن نأخذ بعين الاعتبار أولا علاقته برسالته فهو قدم نفسه كنبي والسلطة التي طورها منذ البداية هي مبنية على هذه العلاقة الدينية عندما وصل إلى المدينة كان عليها أن يلعب دور التحكيم بين الأوسي والخزرج وأن يحدد أيضا وضعية القبائل اليهودية يعني الارتكال والارتكال إلى الجادب العسكري هذا أمر يختصر ويخل بالتجربة تماما وبما جرى في مجتمع يثرب أشكرك جدا أستاذ نبيل فايزو أشكرك للغاية أستاذ نصري الصيغ أشكرك جدا دكتور عامر الحافي أشكرك من الغاية إلى الخلاصة 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 أن معدما تكونت هذه الدولة دولة الرسول إن أطلقنا عليها هذا التعبير المصطلح الدولة ونحن مطمئنون إليه توفي الرسول الكريم بعدها بأيام تفككت الدولة هؤلاء العرب الذين كان ولاؤهم للنبي لم يكن ولاؤهم للحاكم الملك فإذا بنى أمام تفكك شديد وانقسامات أشد وحروب أهلية هائلة وتلك الدولة كي تستعيد نفسها مكانتها كانت هناك بحار من الدم أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله مختلف علي مختلف علي مع إبراهيم عيسى